مرحبا لكم أعزائينا المشاهدين في فقرة ستة على ستة واليوم راح نحشى على الاجتماعيات ان الصف السادس الابتدائي يجيبون ويحشونه براسك ولا ويقول لك تعال امتحن على كيفك أستاذ تره هو الطالب خلي يستوعب لين كل اللي يدي يقرأ ماك هو بالواقع الله وكيلك حبر على ورق المهم صفحة 35 تتكلم عن ثروات وهمهن النفط نصيحتي لك عوف النفط لين النفط مباع هو والقاع صفحة 39 تتكلم عن الموارد المائية بالعراق نصيحتي لك عوف دجلة والفرات لأنصارة نشطيط صفحة 39 من نفس الكتاب تتكلم عن الصناعة بالعراق نصيحتي لك عوف الصناعة لين ما بقى منعدها بس اللي يبل مالتها صفحة 119 تتكلم عن محافظة ممتلكات العامة نصيحتي لك عوف هاي الفقرة لين بعد ما بقت ممتلكات نحافظ عليها صفحة 93 تتكلم عن أهم موانئ البصرة عمي نريد نشوف ميناء الفاول كبير يصير حقيقة ويتدرس بالكتب صفحة 49 تتكلم عن الزراعة في العراق نصيحتي لك عيب تحكي بالزراعة والاستيراد بالمليارات وخلونا آنوا ياكم ننتقل إلى فقرة أخرى ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في فقرة أنت تشوف ولو ما تشوف تعالوا خلنشوف الناس اللي يعدهم حظ وشوف شون يشتغلون وتعالوا خلنشوف الناس اللي برأسهم ألف حظ وشون يشتغلون أنت تشوف لو ما تشوف نافورة قصر فرساي ونافورة الديوانية يعني أنت ما تحس من تشوف هاي المقارنة أنت تشوف لو ما تشوف مدينة فينيسيا في إيطاليا وهاي صورة بغداد من غرقة عمي موعب لأن بغداد أم الحضارة أم الثقافة أم العلم أنت تشوف لو ما تشوف دبي أخذت من عدنا زميج وفسائل نخل وهاي بيوت دبي وهاي بيوتنا من الطين أنت تشوف لو ما تشوف شوارع سويسرا وهاي شوارع بغداد عم هي هاي صورة بغداد مو إحنا ثاني دولة باحتياط النفط بالعالم إنتى تشوف لو ما تشوف المدارس باليابان قمة بالتكمولوجيا وهاء الصور المدارس بالعراق قمة بالبؤس تدرووليش؟ لان فلوسنا مباقت إنتى تشوف لو ما تشوف الجسر اللي في تركيا جيرانة، مو بعيدة وه層 الصور الجسر اللي انفتح بالعراق أدري ناص بينا علينا هوو! اللي هوات بير ونع Shen irr gr ë ed a n onぐ حسبوهنا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل وخلونا آنياكم ننتقل إلى فقرة أخرى ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بفقرة لقاء مع مسؤول وبدأوا السياسين ببرنامجهم الانتخابي وواحد يشفص بطين وواحد يسحب لك ماي المطر وواحد يبلط الشوارع وواحد ينصب لك محولة ماي الكهرباء وواحد يصرح وعود كاذبة بالتلفزيون والشعب ينصدق بيه ويتنتخبه ومن يقعد على الكرسي الدفل تدع عليه وتشكي من عنده وإذا ما تصدقوني تعالوا شوفوا هذا الفيديو اللي أنا ما شفته بس بميري شافه من يدير الفساد من يدير الفساد كل اثناء كل واحد بين عنده دور بالفساد كلكم شميع شلو كنا هسا احنا بلجلة النزاهة نفتح ملفات يجون نطلنا رشو نسكرها مثلا حدي انتخذت رشو ايو والله شرفي اخذت نطلنا رشو حتى سكر ملف مقبل تسكر اخذت لي كم مليون دولار سلطة حلوة جدا سيارة بصفحة مرافقة ويجعل الحاجز يبلل لائب اذا انتو سبب دمار البلد طبعا كل الطبقة السياسية سمر دمار البلد اذا اكو واحد جوعان بالشارع واذا اكو طفل الانام بلاي اكل واذا اكو عراقي يموت بلاي يدوه السبب هي الطبقة السياسية المتواجد في المنطقة الخضراء والطبقة السياسية التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء جميعنا نتحمل المسؤولية جميعنا نساير جميع كلتنا نكذب كلتنا نبوك كلتنا ناخذ رشوية وليقول لك انا ما اخذ مهما على شأنه يكذب واذا احد شيئا سيكون تغني بالشارع هذا ادالة بحق كل الطبقة السياسية اقسموا بالله اعرف قصص لو يعرفوها العراقين اللي يفوتوا على المنطقة الخضراء ويشعلوها الشعع صحيح الفيديو قديم حسب ما قالوا للشباب بس الفكرة بالموبوع صبوع طع السنة نفس الوعود والناس نفست انتخبهم بكثرة بالله انا ما اشوف انتو شبيكم رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في فقرة الصادرة والواردة ولبس دجداشة الوصخة وغوبش بيها وحالف يزبال اليوم يقضيها كنس بغداد كلها وكلبه واحيها اليوم راح نتحدث عن الطفولة بالعراق ورح نتحدث عن الاطفال الشون عايشين برفاهية وبنعيم اطفالنا من العفة مالتهم ومن الملل طلعوا من بيوتهم اه اعفن من قصورهم ويقربون من الصباح للليل وينقلهم قعدوا ما يقعدون وناس تلعب بالاتاري وناس تلعب بالمجاري وعلى طار المجاري تعال شوفوا البحيرة اللي ظهرت عندنا بالفرع وشلون بحيرة صارت انه بحيث حتى فينيسيا هي جتنا لهنا لا قص تكيت ولا اتعب نفسي اصلا هي فينيسيا اجدت لهنا افوش على هذا العطور على هاي الريحة على هاي الجمال يعني حتى هولندا ما تلحقنا افوش على هاي العطر داير ما داير بيوتنا على شنو تصرف وتشتري الجقاير بس طلع راسك من الباب وافتح حلقك الله وكيلك اسبوع كامل الرأمالتك تصير تشو بلس ولا صوات الهورنات ونغمة تاب والغاز وسنفونية تاب والنفط تقول قاعد بقراج العلاوي ما قاعد ببيتي شعب رمانسي يحب الرمانسي موسيقى